الله أبنى العزاء في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مجددا في مادة العلوم من الصف الثاني الإعدابي إن شاء الله نتكلم برضو هنكمل الدغس الثاني وهو تدرخ حواص العناصر في الجدول الدوري إن شاء الله نتكلم على الخاصية الثالثة وهي الخاصية الفلزية واللافلزية بالنسبة لعناصر الجدول الدوري الحديث ولكن قبل ما تكلم عليها هنكلم على العالم برازيليس وهو أول من قام بتقسيم العناصر في الجدول الدوري الحديث إلى فلزات ولا فلزات وطبعا جهة تقسيم تبعا للتغير في خواص العناصر وتركيبها الإلكتروني وبالتالي قسم برازيليوس العناصر إلى فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات وعناصر خاملة أول حاجة هنتكلم عنها وهي الفلزات وهي عناصر يحتوي غلاف تكافؤها يعني مستوى الطاقة الخارجي لها على كم إلكترون على عدد أقل من أربعة إلكترونات يعني عندها في المستوى الأخير الفلزات عندها في المستوى الأخير إلكترون أو 2 أو 3 عندنا الفلزات واللافلزات اللي 2 بيغيروا من الغازات الخاملة ليه؟ لأن الفلزات عندها في المستوى الأخير إلكترون أو 2 أو 3 فبتحب تبقدهم عشان الذرة تصبح أكثر استقرارا تمام وتشبه أقرب غاز خامل تمام يسبقها في الجدول الدوري عشان كده بيقولي السؤال علل تميل الفلزات إلى فقد إلكترونات مستوى طاقتها أثناء التفاعل الكيميائي وتتحول إلى أيونات موجبة يبقى الإجابة أقول له حتى يصبح تركيبها الإلكتروني مماثل لأقرب غاز خامل يسبقها في الجدول الدوري 2 تحمل أيونات الفلزات نقط يساوي عدد نقط أو عدد الإلكترونات السالبة المفقودة طيب وعلى إثرها يعني لما الفلزات بتفقد الإلكترون أو ال2 أو ال3 لو فقد الإلكترون واحد بتتحول إلى أيون موجب أحادي طيب لو فقد الإلكترونين بتتحول إلى أيون موجب ثنائي لو فقدت ثلاثة ستتحول إلى أيون موجب ثلاثة وفي الحالة دي بسمي الأيون الموجب فهو ذرة عنصر في لزي فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي وعندنا أمثلة كتيرة عندنا الليثيوم ثلاثة وزع الليثيوم اثنين واحد هيفقد إلكترون تبليثيوم موجب واحد فوق يبقى L-I تمام L-I موجب واحد عندنا إيه 11 الصوديام 11 هوزع في الكيوي L-M281 تفقد إلكترون واحد فهتتحول لإيه موجب واحد أيون الصوديام الموجب تركيبه الإلكتروني يشبه التركيب الإلكتروني لعنصر النيون الذي يسبقه في الجدول الدوري عشان كده الشحنة الموجبة اللي بحطها فوق بحطها على أساس عدد الإلكترونات المفقودة وبسميها التكافؤ بسميها إيه التكافؤ عشان كده لما أجع عرف التكافؤ اللي هو عدد الإلكترونات التي يمكن أن تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر مع ذرة عنصر آخر أثناء التفاعل من الكيميائي يبقى إذن الشحنة اللي بحطها فوق على ذرة العنصر بعد ما تفقد وخاصة العنصر الفلزي بسميها التكافؤ وبسميها إيه التكافؤ وبحط الشحنة حسب عدد الإيونات المفقودة ده بالنسبة للفلزات فقد الإلكتروني بحط موجب واحد فقد اثنين بحط موجب اثنين فقد الثلاث إلكترونيات بحط موجب ثلاث طيب هدخل بقى على اللافلزات هي عناصر يحتوي غلافتك فوقها أي مستوى الطاقة الخارجي على عدد أكبر من أربع إلكتروني يعني عندها كم إلكترون في المستوى الخارجي يا إما عندها خمسة يا إما ستة يا إما سبعة وعلى إثرها أيوة هتكتسب يا إما إلكترون يا إما اثنين يا إما ثلاثة تبتقريبا هتكتسب الإلكترونيات التي تبتقلها الفلزات أيوة تقريب عشان كده هاجين للسؤال يقول لي علل تميل اللافلزات إلى اكتساب إلكترونات تكافؤها أثناء التفاعل الكيميائي وتتحول إلى أيونات سالبة حتى يصبح تركيب الإلكتروني مماثلا لأقرب غاز خامل يليها في الجدول الدوري تمام وعشان كده لما في اللافلزات بتكتسب إلكترون واحد بتتحول إلى أيون سالب وحادي ولما بتكتسب إلكترونين بتحول إلى أيون سالب سنائي ولما بتكتسب ثلاثة إلكترونات بتحول إلى أيون سالب سلاسي عشان كده لما أجعرف في الأيون السالب هو أقول هو ذرت أيوة عنصر لافلزي اكتسبت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل أيوة الكيميائي ندخل بقى على جزئية التكافؤ وقلنا التكافؤ هو إيه بقى؟ طيب بالنسبة للفلزات واللافلزات إلينا شحنات الموجابة بتتحط على عنصر بعد ما بيفكت بالنسبة للفلزات وبالنسبة لللافلزات بتكتسب وبيتحط على العنصر شحنات موجابة طيب إيه ده بقى الشحنات الموجابة والسالبة دي بسميها التكافؤ؟ هو عدد الإلكترونات التي تبقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر مع ذرة عنصر آخر أثناء التفاعل الكيميائي ندخل بقى على الجزئية الثالثة من تأسيم الجدول الدوري تبقى للتقسيم براديليون وهي أسباح الفلزات أسباح الفلزات تقع بين الفلزات واللافلزات وأسباح الفلزات هي عناصر تجمع خواصها بين خواص الفلزات واللافلزات طيب لكن خلي بالك بول لي صعب التعرف على أسباح الفلزات أو عن تركيب الالكتروني الأسباح الفلزات ليه بقى؟ لأنه تختلف أو تختلف أعداد الإلكترونات في أغرفها التكافؤ يعني نركز كده معي أنا المفروض الطبيعي أنه بالنسبة لأسباح الفلزات عندها في المستوى الأخير أربع إلكترونات بس مش دائما زي مين؟ زي البورون البورون مثلا هذا شبه فلز عنده مسلا في المستوى الأخير ثلاث إلكترونات عندنا مثلا السيليكون والجيرمانيوم عندها في المستوى الأخير أربع الالكترونات عندنا الزرنيخ والأنتيمون أشباه في الزات عندها في المستوى الأخير خمس الالكترونات عندنا تيليريوم عنده في المستوى الأخير ست الالكترونات وبالتالي هي أشباه في الزات واختلاف عدد الالكترونات في المستوى أو في الغلاف الأخير عشان كده بقولي لاحظ أن توجد أشباه الفلزات في مجموعات متتالية ولا توجد في مجموعة واحدة مش موجودين كلهم في مجموعة واحدة ولكن يوجدوا في مجموعة متتالية كمان في دورات مختلفة مشوارة بعض طيب هنبدأ ان شاء الله تدرج الخاصية الفلزية واللافلزية في الجدول الدوري انا عندي يسار الجدول الدوري تقع مجموعة الفلزات وتشمل عناصر الفئة اس والعناصر الانتقالية هي الفئة دي ضف اليها عناصر الانتقالية اللي هي تحت الداخلية اللي هي الفئة اف اللي هي الانثاني دات والاكتيني دات طيب بالنسبة بقى ليمين الجدول الدوري الفئة بي دائما تضم اللافلزات باقتصار الفلزات تقع يسار الجدول الدوري اما اللافلزات تقع يمين الجدول الدوري ازاي بقى تتدرج الخاصية الفلزية واللافلزية في الدورة نأخذها في الدورة كما قرنا في الصديق الجلس Arrival بالضغط يا عرشي بيزيد. ولكن بتقل الصفة الفلزية. تقل 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 حد ما اصل لنص الجدول الى اشباه الفلزات. يبقى من عندي في يسار الجدول الصفة الفلزية تكون اقوى ما يمكن. تبدأ تقل تقل في الدورة. لحد ما اصل لاشباه الفلزات وهلي كده تبدأ بعد كده لا فلزات. بعدها تزداد الصفة لا فلزية. ده بالنسبة في الدورة الواحدة. طيب بالنسبة للمجموعة فكز. ما تنساش. ان يسار الجدول فيه الفلزات ويمين الجدول بتبقى فيه الله فلزات. بالنسبة للصفة الفلزية يسار الجدول في المجموعة. ما لها? بتزداد في المجموعة الواحدة. بتزداد في المجموعة الواحدة في العناصر اللي موجودة في يسار الجدول. في نص اليسار. في نص الجدول. بتزداد الصفة الفلزية في المجموعة الواحدة من اعلى الى الاسف. طيب وانا ماشي بقى يمين في المجموعة اهو. في الدورات لحد مصل ليمين الجدول الدوري بالنسبة للعناصر اللافلزية اللي يحصل للصفة اللافلزية برضو بتزباق في المجموعة الواحدة بالنسبة للعناصر الموجودة في يمين الجد والمين الدوري. اقولي الكلام اللي قلته ده التاني بالنسبة في الدورات الافقية تبدأ كل دورة بعنص الفلزي كوي عدد دورة الاولى وبزيادة العدد الذري في نفس الدورة تقل الخاصية الفلزية تدريجيا حتى نصل الى اشباه الفلزات. ثم يبدأ ظهور الخاصية اللافلزية بزادة العدد الذري حتى نصل الى اقوى الفلزات في المجموعة سيفن ايه اللي هي مجموعة السبعتاشر اللي هي الهالوجينات ثم تنتهي الدورة بغاز خامل في المجموعة الثمنتاشر. خلاص? تب لو حبيت ترسم رسمي بياني بين الخاصية الفلزية والعدد الذري. ايه لا يحصل? الا ان الخاصية الفلزية والعدد الذري في الدورة الواحدة? ان هناك تناسب عكسي بين تدرج الخاصية الفلزية والعدد الذري في الدورة الواحدة. خلاص? كل ما زيد الخاصية الفلزية اللي يحصل للعدد الذري. بين تدرج الخاصية الفلزية والعدد الذري في الدورة الوحيدة على ان التناسب ايه? ترضي يعني الخاصية اللافلزية بتزيد بزيادة العدد الذري على ان الخاصية الفلزية تزداد بزيادة العدد الذري وزي ما ظهر قدامك في الرسم بالنسبة للعلاقات. خلي بالك من الاشكال دي ممكن تجيبك في اختياري او تجيبك مثلا في اكمل. بالنسبة بال العلاقة بين تدرج الخاصية الفلزية ولا الفلزية والعدد الزري في الدورة الواحدة لان الخاصية الفلزية ولا فلزية بالنسبة لعدد الزري يتظهر قدامك زي بالشكل كده العلاقة طردية بالنسبة للصفة الفلزية ولا فلزية العدد الزري والعلاقة عكسية بالنسبة للصفة لا فلزي بالنسبة بقى في المجموعات اللي بتبدأ بعنصر فلزي المجموعات اللي بتبدأ بعنصر فلزي في يسار الجدول الدوري بولي تزداد الخاصية الفلزية في المجموعة التي تبدأ بعنص الفلزي من أعلى إلى أسفل علل أولو نتيجة لزيادة العدد الذري بيزداد الحجم الذري مما يؤدي إلى سهولة فقد إلكترونات التكافؤ يجري السؤال الثاني يقول لي علل يعتبر السيزيوم أنشط فلزات المجموعة وانأيه يعني أقوى الفلزات بصورة عامة أولو لأن السيزيوم أكبر الفلزات حجما فيفقد إلكترون تكافؤه بسهولة طب بالنسبة بقى في المجموعات اللي بتبدأ بعنصر لافلزي أقول له إيه تقل الصفة الفلزية في المجموعات التي تبدأ بعنصر لافلزي من أعلى إلى أسفل أولو نتيجة لزيادة العدد الذري يزداد الحجم الذري وتقل السالبية من الكهربية برافو عشان كده بقول لي اعتبر الفلور أنشط اللافلزات المجموعة صفة إيه أي أقوى اللافلزات بصورة عامة لأن الفلور أصغر اللافلزاتي حجما وأكبرها سالبية كهربية طب لو حبيت أرسم بقى رسمي بياني يربط بين التناسب بالنسبة للعدد الذري والخاصية الفلزية في المجموعة الواحدة ألا أن التناسب طرد التناسب العدد الذري تناسبا طرديا مع الخاصية الفلزية طب بالنسبة بقى للعدد الذري والخاصية لافلزية في المجموعة الواحدة ألا أن التناسب تناسب عكسي حيث يتناسب العدد الذري تناسبا عكسيا مع الخاصية الليها في الزي يعني الخاصية الليها في الزي تزيد العدل الزري خاصية الليها في الزي يكون ايه يكون بي زي بعد كده لو حبيت ارسم بقى علاقة بيانية بين الحجم الزري والخاصية الفلزية على ان الحجم الزري يتناسب ترضي مع الخاصية الفلزية يعني كلها ما ازداد الحجم الزري تزداد الخاصية من الفلزية طب بالنسبة بقى للسالبية الكهربية والخاصية اللافلزية. لاحظ ان السالبية الكهربية تتناسب طرديا مع الخاصية اللافلزية. يعني كلما ازدادت السالبية الكهربية اللي يحصل للصفة اللافلزية تزداد. يبقى كلما ازدادت السالبية الكهربية ايوة تزداد الخاصية اللافلزية. والشكل اللي يظهر قدامك ده يوضح تدرج الخاصية الفلزية واللافلزية في الجدول الدوري الحديث عشان كده تقل الصفة الفلزية حتى شبه الفلز ثم تزداد الصفة اللافلزية وتنتهي بغاز مين بغاز خامل وبكده نكون أنهينا الحلقة الثالثة في الدرس التاني ويكلمنا فيها على تضرب الصفة الفلزية واللافلزية والعناصر للفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات والعناصر الخاملة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكلم فيها عن الخواص الكيميائية للفلزات أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه ما ننساش نعمل لايك وجير وسبسكرايب واتتابعونا على قناتكم درس خصوصي دمتم في أمان الله